وحول الإجراءات أيضا الاحترازية في ليلة العيد نتجه إلى المدينة المنورة حيث يلتحك بنا من هناك مراسل الإخبارية الزميل وائل رفيق وائل أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة كل عام بخير لا شك أن العيد يأتي بطابع وبشكل مختلف هذا العام ونسأل الله أن تزول هذه الجائحة أبرز ما رصدته لنا من الجهود الأمنية وما يتم أيضا احترازيا في هذه الليلة المباركة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بهذه التكبيرات تكبيرات عيد الفطر السعيد عيد الفطر المبارك شرعت قناة السنة بالمدينة المنورة من رحاب هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب هذه التكبيرات عبر شاشات قناة السنة النبوية والتي ستنقل بإذن الله تعالى حمدان صلاة العيد وخطبة العيد حيث سأم المسلمين وسيخطب خطبة العيد اليوم بإذن الله تعالى أو صباح هذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان فيما تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف استعداداتها الدائمة وإجراءاتها الاحترازية بتطهير وتعقيم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار الساعة في جميع الأقصام وجميع جوانب هذا المسجد المبارك من جانب آخر رصدنا من خلال كاميرا الإخبارية ونحن نقوم بجولة في شوارع المدينة المنورة حتى أن نصل إلى هذه النقطة المسجد النبوي الشريف كان هناك التزام من جميع المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم الحركة متوقفة أو شبه متوقفة في شوارع منطقة المدينة المنورة هناك تواجد أمني مكثف في الأحياء وفي الطرق الرئيسية وفي الطرق الفرعية حقيقة ونحن في هذه الأيام أيضا المديرية العامة للسجون بمنطقة المدينة المنورة أطلقت مبادرة قبل لحظات واسمها مبادرة عيد سعيد هذه المبادرة والتي من خلالها سيتم تقديم هدايا العيد إلى أسر النزلاء والنزيلات بالتعاون مع البريد السعودي ولجنة التراحم وحقيقة تبذل في وسعها كل الجهات المعنية هنا في المدينة المنورة في كافة القطاعات وذلك لمتابعة الجهود لهذه الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذه الجائحة بإذن الله تعالى